بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام أخوانا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم طبعا الفيديو ده هو مهم ومهم جدا 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 يا جماعة لأن هتكلم فيه على عايزك بالنسبة لأمراض النبات مجرد ما تشوف الصورة تعرف هي إيه لا تسأل مهندس ولا تسأل أي حاجة لو أنت فلاح ناصح أو أنك أنت مزارع محترم أو مهندس لسه الخبرة بتاعتك مش كبيرة مجرد ما هتشوف العرض ده هوت هتعرف يعني إيه التريبس تمام بس قبل ما أدخل في موضوع التريبس في حاجة مهمة جدا فيه موقع اسمه موقع الأرض الأرض ده موقع وقناة تلفزيونية والدنيا أي مخارص تمام ولو شفت حضرتك الصورة اللي على الشمال دي بتاعت موقع الأرض وعليه إعلاناته هوت أول إعلان فيهم لشركة الكلسوم تمام والصورة اللي هو حطتها موقع الأرض دي الإيد دي إيد رجب الشبراوي والفيديو ده هوت أنا شرحه طبعا على يمين أهوت الفيديو بتاعي طبعا الموقع ده هو حاطت الصورة بتاعتي دي من سنة واحد وعشرين أنا الصورة بتاعتي لو رجعت لها تلقاها من أربع سنين أنا بتكلم فيه عن العوامل الفسيولوجية اللي بتحصل للثمار بتاعت الخيار لو بصد دي الصورة الرئيسية اللي محطوطة في الفيديو بتاعي طبعا أنا شرحه في المملكة العربية السعودية في البيت رقم أربعة في مدينة تيماء المحترمة اللي أنا بعشقها من دون الوطن العربي للمية بتاعتها والجوة الروعة بتاعها تمام وأنا شرح الفيديو ده فيها وحضرتك هسيب لك الرابط بتاع الفيديو أساسا على علامة الآي أو ما تنسيلك هتدخل هتلاقيه تقريبا في الدقيقة الدقيقة وخمسين ثانية هتلاقي الشرح اللي أنا شرحه ده هو شرحه بالصوت والصورة هتبص هتلاقيه المهم الجماعة بتاع الأرض واغدين الصورة بتاعتي أنا وديا إيه دي وده شرحي وده الفيديو بتاعي واغدينها حطينها عندهم تمام الأخت صارة أسامة وطبعا مفرغين الفيديو بدل أنا ما بتكلم كده هم مفرغين الفيديو وحطينه وحطط لك موقع الأرض والدنيا أيما يا جماعة الخير انسيبوا الفضل لأهله الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم شكرا لحضراتكم وبنبدأ نتكلم عن ادعوموا بانورامة زرعية والله مش عشان أنا اللي بشرح فيها ولكنها كنز مش هت يعني مش هت تعرفوا قيمته إلا إذا يعني توقف أو حصلوا أي حاجة بنتكلم عن حاجة من الحاجات اللي بتعمل لنا إزعاج جدا ألا وهي حشرة التريبس لو في الأول أنت ناصع تقدر تكتشف فيه الورق تمام طبعا التريبس ما بفرقش لبينشتة ولا بنصيفه ولكنه في الصيف دورة النمو بتاعته أو أي حشرة طالما زادت درجة الحرارة والإضاءة بقت عالية والنهار بقت طويل تمام بيبدأ أي حاجة حشرية بتبدأ تشتغل وشغلها بيكون جامد جدا وخصوصا الساقيبة المصة وخصوصا التريبس اللي احنا بنتكلم عنه ده طبعا أعراض التريبس على الأوراق زي ما حضراتكم شايفين كده لو أنت راجل ناصح أو مزارع محترم هتقدر تكتشفه بسهولة جدا وهو لسه على الأوراق تمام طيب بعد كده بقى حضرتك بدل ما هو على الأوراق بينتقل بقى أنت ما كفحتش على الأوراق وما قدرتش تسيطر عليه وهو ما يزال على الأوراق تمام مستخبه كده والدنيا بتاعته كويسة تمام فبيبدأ يعمل زحف أو هجوم على الثمار وخصوصا الثمار الصغيرة اللي يدوب لسه العقد بتاعها حاصل وبيحصل فيها الخدوش اللي حضرتك شايفة قدامك دهية تمام الخدوش اللي حضرتك شايفة قدامك دهية والثمار لسه صغيرة ما شاء الله عليها تعمل لك مشاكل كبيرة لما الثمار بتكبر بيحصل المنظر اللي حضرتك شايفه دهوت زي ما قلت لك مبارع عملية التواء الثمار دهية بتنتج نتيجة نتيجة الأكل التربس من ضمن العوامل بتاعتها أن التربس بينزل وبهاجب الثمار وهي ما تزال صغيرة فبيأكل من ناحية فبتقوم الثمرة عامل عملية التفاف على السنتر بتاعها ومحور الثمرة بيجي على السنتر بتاعه وبيكون الوضع اللي بتشوفه حضرتك دهوت طيب لو المزارع بقى ما خدش باله وكافح مكافحة كويس هتبص تلاقيه ابتدى التربس ينتشر وبأعداد كبيرة جدا وقادي انت متشوفوش على فكرة يعني في معظمه انت ما بتشوفوش ولا بتاخدش بالك منه خالص إلا بعض التربس اللي هو يحسسك بالإحساس يعني في القط مثلا أو التربس البصل والقط وانت ماشي كده في شهر إبريل تمام لو حصل نوبات حرارة عالية بتبصت لقي نفسك كده ايه عمل تضرب في وشك وفي رقابتك من وراء والدنيا مش مزبوط عندك ليه التربس بتادي يهاجمك وخصوصا في وقت الظهيرة تمام ده بتحسه وبتشوفه تمام التربس الإسواء تمام أما تربس الخيار ده يعني لازم تكون ناصح علشان تقدر شخصه وتشوفه كويس يكون معك عادسة وتتأكد منه علشان ما يوصلش ليه مرحلة الوباء اللي بيحصل صنفرة كاملة لثمار الخيار وبالتالي بتفقد القيمة التسوقية بتاعتها وكأنك يا بوزيد مغازيت زي ما بقوله عندنا في مصر الحبيب طيب بعد كده بقى لو الأمور بتاعت التربس على فكرة يا جماعة خطر جدا لو الأمور بتاعته خرجت على السيطرة بيعمل الوضع اللي حضرتك شايفه قدامك دهوت طبعا وضعه يعني مش كويس خالص وده بيكون نتيجة إن المجارع أهمل الأرض بتاعته إهمال شديد ده الوضع اللي شايفه قدامك دهوت أو العرض دهوت بتكون الأرض أهملت إهمال شديد مفيش لا تقليم مفيش أساسا عملية رش كويسة مفيش تسميت كويس الدنيا للأسف شديد مش حلوة إهمال في كل شيء فبنوصل للآخر للوضع دهوت وكافحة التريبس يا جماعة من أفضل المبيدات اللي بتكافح التريبس ممكن العيلة بتاعت البرايد كلها أستن برايد والأمينة كلورا برايد دول ممتازين جدا حتى الأمينة كلورا برايد ممكن تحطها في ميت الري ما عندكش مشكلة خالص بتوظبط لك التريبس على فكرة لو أنت دخلت أساسا عمر حالة الجامعة وأن التريبس عندك ممنوع أو مش موجود في الأرض بتاعتك صدقني أمورك هتبقى كويسة ولكن المشكلة أن النبات من أول من الأساس خالص يكون مهمل وانت تبدأ تشتغل يعني فترة قبل الجامعة دي تكون طويلة خالص يعني بدلا ما هي مثلا تكون 35 يوم في الصيف أو 37 يوم لا ده نتيجة الإهمال بتطويلها جامد فبالتالي بركبها جميع الأمراض وانت ما انتش محافظ والأمور بتخرج عن السيطرة إهمال كامل في الأرض فبتدخل مرحلة الجامعة وانت أساسا عندك أساسا التريبس موجود فمجرد ما بيحصل عقد للثمار بيحصل عملية مشاكل التريبس وبتفضل معاك موجودة خلال العام وخصوصا في فصل الصيف يا جماعة خصوصا في فصل الصيف والخريف التريبس طبعا بيبقى وضعه للأسف شديد يعني يرسليه بالنسبة للمزارع أو المزارع اللي ما بيحافظ على حاله طيب زي ما قلت عيلة براية دي ممتازة جدا في مبيد الرادنت برضو بيجيب كويس جدا جدا في التريبس وعندك التريسر لو انت بتجمع الرش بتاعه هايل جدا مبيد تريسر ماشي بيجيب وطبعا هو يعتبر عدوي أو حيوي إن هو طبعا بترشه النهاردة وبتجمع تاني يوم وكذلك الرادنت برضو من الحاجات الممتازة جدا وصدقني ما تستخدمش المبيدات الرخيصة علشان أمورك ما تخرجش عن السيطرة استخدم المبيدات المعتمدة شركات محترمة علشان ما تضرش الناس ما تضرش نفسك وأمورك تبقى كويسة جدا خير الكلام مقلة ودل بشكركم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته